الحقيقة لما نتكلم عن مبادرة زي مبادرة حياة كريمة اللي بتعتبر من أهم مظلات الحماية الاجتماعية الموجودة في الدولة المصرية الكلام فيها ببقاش بس مرتبط بالنهية يعني مبادرة نزلت على الأرض شافت الناس لا هي مبادرة مرينة هي مبادرة ذكية مبادرة قدرت أن هي تتواصل مع الناس تعرف هم محتاجين إيه وشفنا ده في ردود الأفعال الإيجابية اللي حصلت مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المينيا ولما رئيس هناك تفقد مشروعات حياة كريمة رئيس هناك تابع ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة التقى بالناس شاف أثر هذا الأمر وكمان ربما أوجه شكر كده للمشاركين أو للشباب اللي بيشتغلوا على الأرض في هذا المشروع اللي بيعتبروا بالفعل أنا بعتقدوا منهم قوة مصر الضربة في المجتمع المدني حقيقي أبطال حقيقي النهاردة هنسأل إزاي قدرت حياة كريمة أنها تغطي جميع احتياجات أهلنا في الصعيد ويتأثير الإيجابي يمكن للمشروعات المتنوعة لبتشمل كل النواحي للبنية التحتية أسألة كثيرة جدا معنا النهاردة هجاوبنا عليها ضفنا في الستوديو الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابق أهلا بيك يا فندم من ورنة وصباح الخير أهلا بيك يا مصر أكرم حرك ربما كنت مع الرئيس في هذه الزيارة في محافظة المينيا وشفت أثر ردود الأفعال المواطنين في المينيا هم لمسوا هذا الأمر وهم يعني شافوا أن فيه مشروعات بتحقق على الأرض في أحد المناطق كان الرئيس موجود بالليل الناس جات زنات المنطقة وكانت تعتبر مزار سياحي أو زي ما تقول كده يعني ملتقى لكل أهالي المينيا رصدت إيه؟ هو طبعا مبادرة حياة كريمة احنا عارفين ممكن سبقها مبادرات الفيروس سي و100 مليون صحة ومبادرات مختلفة ودي ممكن الرئيس تكلم عليها في قيمة الحكومات في دبي إنه كان فيه تحديات متوازية الدولة عاملت معاهم بالسياسة المبادرات وإنه دي نكحت بشكل كبير عشان عدم امتظار الجداول أو التوقيتات اللي تقدر تطول ده حياة كريمة الحقيقة يعني على مدى عقود طويلة كان الريف مهمل تماما كان التركيز إما في القاهرة واسكندرية أو كده أو عواصم حتى المحافظات قرى والتواع كانت منسية لطرق لغاز لتعربة كان دايما في وقت الانتخابات ترمش وقت مواسير وبعد كده ياخدوها ويمش الحقيقة فكرة المبادرة إنها تتعامل مع تقريبا 60% سكان مصر اللي هم المنتج الرئيسي الفلاحين والمزارعين وأبنائهم اللي هم بيتعلموا وتحولوا بعد كده كان دايما في معاناة في الطرق يعني ويمكن ما تزال كل الراعانات يمكن تأشرت الفكرة إنه الناس بتبقى حريصة زيارات الرئيس للمحافظة بتخلي فيه احتكاك مباشر وأسئلة ويمكن لو فيه طلبات كمان وفي نفس الوقت بيخلي فيه سرعة في الإنجاز الحقيق فالحوارات حتى بتاعت الناس بتبقى حاجة من اتنين إما ناس لديها مطالب أو ناس تانية من قرى تانية بيبقوا حارسين إنه توصل لهم المبادرة لأنه الجدول المبادرة احنا عارفين إنه على مدى ثلاث سنوات ربما جات كورونا احنا عارفين ثم الحرب شوية أخرت لكن فيه دايما الناس بتروح تقول إحنا كمان قريتنا مفروض تدخل في هذا الأمر يمكن فيه معظم الطلبات اللي موجودة أو الناس اللي دايما بيبقوا حارسين يبعاتوا للرئيس وللحكومة على اعتبار إنه عاوزين مبادرة حياة كريمة توصل عندنا عشان يشوف الطرق الصحاء التعليم البريد الإنترنت فكرة إنه عنده نفس حالة التفاعل بقى والمشاركة بين الأهالي أنا محتاج طريق أنا محتاج مدرسة آه بالضبط نعم ومدر مارينا يعني الناس بتده ويمكن جزء من كمان التكاليف زادت الأرقام زادت والرئيس قال إنه أيا كانت الأرقام هتدفع لأنه كمان مش بس بارتفاعات الأسعار لكن كمان الحقيقة في احتياجات أكتر يعني بعد دراسة كل حالة أحيانا بيبقى ربما المدرسة أكبر ربما محتاج دعم معين في الصحة في التعليم في الطرق في الغاز وجود الغاز برضو في الريف وفي القرى مهم لأنه على مدى عقود زي ما احنا قلنا وكان فيه تهميش كبير وده بينعكس الحقيقة على التنمية يعني حتى التطور في الطرق وفي التعليم وفي الصحة بينعكس على التنمية على البني قدمين وبالتالي الناس بتشتغل فكرة إنه يبقى فيه تنمية حقيقية في المحافظات ودي نقلة لفكرة المينيا احنا شوفنا في آخر واحد وعشرين كان أسبوع الصعيد في أسيوت وفي قنى وفي أسوان وبنبان ومحطات الكعربة لكن شوفنا في سهاج في الشهر واحد اللي فات فيه المستشفى الجامعي الكبير جدا ثم منطقة صناعية في المينيا نفس شيء والمينيا الجديدة الحقيقة يعني فيها توسع كبير وفيه فكرة إنه مش بس مدن سكنية لا مدن سكنية وفيها الأنشطة والمينيا من المحافظات كسفة السكان ومتسعة وأكتر المحافظات الزراعية وعشان كده وفيها درجة كبيرة جدا من الحضر والتعليم والوعي ده حقيقي ففكرة عروس الصعيد بيه سمع فكرة إنه يبقى فيه توزيع الصناعات في المحافظات أو المشروعات ده مهم جدا يعني إحنا لو بصنا هلاقي الرئيس خلال الشهور اللي فاتت من كفر الشيخ اللي هو مصنع الرمال السودة ليه مثلا مستقبل مصر قابليها في الزراعة ليه السادات في مدينة الغزاء ليه النهاردة المينيا قبل كده سهاج فكرة المناطق الصناعية للمشروعات تبقاش متركزة ويبقى المحافظات الصناعة فيها أو المشروعات فيها مرتبطة بتركيبتها السكانية وتركيبتها الاقتصادية لأنه إذا محافظة زراعية ربما تحتاج صناعات مرتبطة بتعبئة وتغليف الغزاء أو الألبان أو غيره لو محافظة فيها منتج آخر ممكن يبقى فيها قدرة لها امتداد صحراوي فيبقى فيه قدرة أكتر وبقى الدولة حريصة دلوقتي على فكرة أنه الصناعات دي ما تبقاش ملوسة ما تبقاش فيه صناعات ملوسة جوال كتل السكانية فكرة المدن السكانية والتوسع الجغرافي مع زيادة السكان إحنا 6% كان الرئيس بتكلم إحنا على 6% بنتجه إن إحنا مضاعف ده وإحنا 6% وإحنا عشرين أو 30 مليون فالتواصل ده كله الحقيقة مع المحافظات ومع القرى بالذات والمنعكس زي ما انت أشرت ومنعكس بشكل كويس بالعكس الناس بتطالب بسرعة أكتر بتجهوا للمحليات بانتظروا زيارات الرئيس لأنه عارفين أنه هما بيقدروا يتكلموا أكتر في فكرة السرعة وفكرة أنه هنا مجاش أو هنا ناقص أو إحنا عايزين حاجة زيادة وفي حوارات ودية كثير جدا يعني بعض الشباب بيقعوزون إحنا حابين نسأل حركة عن الحوارات الودية يمكن تشوف دايما الرئيس بيحرص دايما في زياراته لقرى مصر ونجوع مصر أنه مش بس يقابل المواطنين لكن كمان أنه هو يقعد مع المواطنين ويفطر معاهم يتراول معاهم من الإفطار النوع ده من خلينا نقول التآلف بيخلي المواطن يبقى بيقدر أنه يحكي براحته يتكلم براحته يطلب من رئيس براحته بتشوف ده إزاي؟ شوفها يعني الحقيقة أنه دايما الأطراف المختلفة اللي بتلتخي بالرئيس في بعضهم بيبقى مجرد عاوز يتسلم على الرئيس ويتصور معاهم زي بعض الطفل اللي هو ليه مطالب لكن الحقيقة زي ما أنت أشرت دايما بيبقى وجود الرئيس مؤكد لفكرة أنه هيتحل لو فيه حاجة هتتحل بسرعة وده دايما حتى الرئيس في التحسيس الحقيقة يوجه لي يقول أنه المسؤولين مفترض ما ينتظروش أن أنا أدي توجهات مفترض يتحركهم بشرة في حالة علاج في مطلب في طريق في غيره يتدرس ويتعامل ودايما الرئيس يوجه لده لكن بتبقى فرصة أنه حتى الرئيس ممكن يوجه شكر الشباب بيشوف شباب المتطوعين بيبقى في حوار بينهم وبين بعض ممكن يبقى فيه زي ما احنا قلنا مطلب أو حاجة زيادة أو احنا عملنا الباق جزء أو حتى شكر وتواصل في هذا الأمر لأنه الناس برضو بتبقى محتاجة حاسة أكتر بيبقى فيه تواصل أكتر التواصل المباشر والاحتكاك المباشر وكلام مباشر بيدي ثقة كمان موجود الرئيس وكلامه بثقة وشرحه لبعض التفاصيل والكلام يمكن حتى في القرارات أو في الكلمة اللي قالها بيبقى مفيد لأنه بيحسم حاجات كتير وبيرد عليه ليه المينيا تحديدا ليه الرئيس زر المينيا وأثر ده على محافظات الصعيد ككل هيبقى عامل إزاي حيبقى يعني حيمتد هو مش بس المينيا الحقيقة زي ما أنا قلت حضرتك احنا في آخر 21 كان أسبوع الصعيد كان فيه أسيوت ثم قنة ثم أسوان كان فيه مشروعات كتيرة جدا ومحاور كل الصعيد النهاردة أسبح شرقه وغربه مرتبط ودي فكرة كبيرة جدا المحاور دي فرقت كتير اقتصاديا واجتماعيا وكل حاجة سي أقرب للقاهرة وفيها مشروعات أربع ساعات لكن المينيا خلينا نقول أنه سهاج كان فيها جامعة وكان فيها منطقة صنعية فيها ناير اللي فات فالانتقال للمينيا وكانت المينيا مفترض في الأسبوع التالي يمكن أو الفترة اللي بعدين فالمينيا أو بني سويف أو غيره يعني فكرة أنه شمال وجنوب ووسط الصعيد وكمان وجه البحر الحقيقة لأنه الرئيس كان في السادات وقبل كده كان في كفر الشيخ في البحيرة التوزيع العاق يعني أنا بقول عدالة التنمية لأنه أنه يبقى فيه مشروعات كبيرة مرتبطة بتخلق فرص عمل كتير ويبقى فيه تواصل في هذا الأمر في كافة المحافظات في الوجه البحر والإبلي زي ما قلنا كان المحافظات المحافظات نفسها بتبقى أقل من اللي كانت من العاصمة ثم عواصم المدن أو هي اللي فيها الخدمات والباقي مفيش وبالتالي فبيبقى فيه توزيع للظلم النهاردة احنا بنقول عدالة التنمية بمعنى أنه يبقى فيه يعني شفنا مصانع في بني سويف مرتبطة بموبايلات أو بتكنولوجيا بتشوف ليلمينيا المينيا زي ما نحنا قلنا الأكتر سكان في الصعيد الأكتر أراضي الزراعية والأكتر وعي وفيها درجة من الوعي كبيرة وفي نفس الوقت هي جزء يعني ما نقدرش ما نقدرش نقول تفرقة لأنها سهاج أسيوت السنة اللي فاتت كان فيها معامل التكرير بعد كده أسوام فيها محطة بنبان وكل مشروع من دول الحقيقة وكل منطقة صناعة بتخلق فرص عمل وبالتالي بتدعم الفكرة مع حياة كريمة في قرى مختلفة وغزية المعصارة أو غيرها تأكيد لفكرة أنه الاهتمام بالبشر مهم لأنه التعليم والعلاج ويمكن تعليم العلاج والتعليم كان بيبقى فيه أطفال بيمشوا مسافات طويلة طرق مكسرة ما بيروحوش جامعاتهم النهاردة ده بقى مرتبط ويسأل السؤال اللي هو وإحنا بنعمل محاور وطرق في القاهرة أو طرق إقليمي طب أنا هستفيد منها هستفيد بها أن أنا هرتبط بها ويبقى سرعة الحركة تجوز الاقتصاد لأنه الوقت والوقود وتقليل الحوادث والمعاناة يعني كان طول الوقت فيه معاناة من الله سرعة الحوادث